الأداء والمعيشة يعني أنا اتفرجت على أعلى نسبة مشاهدة وكان عندي الحقيقة طول الحلقات هوس أساس وإعجاب تقدير شديد با اتنين تحديداً انتصار وأستاذ محمد محمود بس ده هيخدني على السؤال الشخصية اللي جسدها أستاذ محمد محمود الشخص المسؤول رب الأسرة اللي عنده الالتزامات واللي الالتزامات كسرى ظهره جبتاها منين إزاي؟ من خلال اللي احنا بنقول ده لأننا طول الحلق نعيش في قصة الناس دي يعني أنا من الطبق الوسطى اللي هي غالبات الشعب المصري تقريباً يعني أو أي شعوب العالم الطبق الوسطى هي الطبق الغالبة الأغلبية فأنا زي أي أب مصري زي أي أب مهموم بمشاكله بمشاكل المجتمع ومشاكل ولاده وتربيتهم ومستقبلهم حامل الهم طور الوقت عشان كده لما الشخصية دي جاتلي أنا ما فكرتش هعملها أو مش هعملها يعني عادة بيبقى فيه دور بييجي أنت بتقول إيه؟ يعني آه ممكن أو عايز شوية تعديلات أو حبالك شوية في أجري عشان ما يوفقوش حاجة كده إنما فيه شخصية زي دي لما جيلي أنا بروح أطلب العقد عشان نمضي لإني عارف أنا ععمل في الشخصية دي إيه لإني حستها كويس قوي وحبتها قوي فده مهم على فكرة أنا مش مهم إن أنا أشتغل وخلاص مش مهم أعمل أي دور وخلاص لا وده اللي حصلف نجيب زي زاركش من المناسبة إن إنا إحنا تكلمنا فيه أنا مضيت العقد على وأنا معي خمس حلقات إنما قريت الشخصية دي ممكن ديبقى فيها إيه وممكن تعمل إيه قريت من أول خمس حلقات الشخصية دي فقلت لهم هاتوا العقد ومضيت وبعدين نتكلم إنت عاوزين إيه هنا برضو أنا لما قريت حسيت إن أنا متواحد أول مع الشخصية دي حسيت إن إيه ده مش أنا اللي عام أنا أي أب مصري هو الشخصية دي أي أب عنده ولاد أو بنات مهمون بيهم في ظل الظروف اللي بيمر بيها المجتمع من خلال السوشيال ميديا والتلقيها السلبي من خلال شبابنا للأسف بيتعاملوا مع الجانب السلبي منها مش الإيجابي بغرض الصراء السريع أو الشهرة فمتصوريني ده أقرب الطرق لتحقيق أهدافهم طيب ما أنا لما أعمل الشخصية دي وحسيها كويس قوي وابقى مهمون بيها وابقى مصدقها الناس حتصدقني ودي نتيجة اللي حصلت فعلا يعني لما تيجي بنتي تقول لي أنا الكلام اللي أنت قلته ده في المسلسل الهوابر حسنتي أنك بتكلمني أنا أنت كنت حاسي كنت حاسي للبنات اللي قدامة دي أنت كنت فعلا بتكلمه على أنك بتكلمني قلت لها آه أنا ما توحدت مع الشخصية دي تصورت إنسان ما بضيط دي بنتي وليلة بنتي وفرح يوسف بنتي بناتي ومهمون بيهم عشان كده الشخصية دي والعمل كل وصل للناس لأن هذه قضية المجتمع دلوقتي وقضية الجيل بتاعنا اللي هو علاقته بالسوشيال ميدي علاقة ضعيفة جدا يعني إحنا كلنا شالين موبايلات عشان الشغل بس عشان القلو ترد على مكالمة أو تكلم حد إنما ملناش في في التيك توك وفي الحاجات دي لا فقال فحسدني لا أنا بوصل رسالة وبنبه كل أب مصري أو أي أسرة أو ولية أمر إن خلي بالك الجهاز اللي في إيد ولادك دول ده خطير جدا ده خطير جدا لازم تعرف بيعملوا إيه لازم تعرف بيتكلموا ليه بيعملوا فيه إيه بيتكلموا مين هدفهم إيه من اللي بيعملوا ده